يعد مشكلة الاختناق المروري أحد أهم المعضلات بمدينة الياشير ولاية برج بورريج فالحركة المرورية تختنق طوال اليوم ما أرقى سكان المدينة وزوارها في تقرير للزميل مفيد بن ربيع ببوابة الشرق الجزائري مدينة الياشير ورغم تواجد الطريق السياري بمحاذتها إلا أن الطريق الوطني رقم خمسة الذي يتوسط المدينة لا يزال يشهد كثفة مرورية كبيرة والتي أصبحت تعرقل حركة مواطنها وزوارها المواطن البسيط الذي يكون قاضي شغله في يشير مثلاً كقضاء حاجياته يلقى معاناة كبيرة سكفيت ولات المعاناة ولات هذه الحركة ولات تسبب لنا نقمة مش نعمة علينا طالبوا أن يديرونا ديفياسيون تعلور بشي نقص علينا الكثفة هذه وتكون حركة علاشات تعتجارة تكون نبس بها من جهتها قامت مصالح الأمن باتخاذ إجراءات خاصة من شأنها تخفيف من الاكتظاظ المروري بالمدينة التواجد الميداني هي النقطة الأولى وخاصة في النقاط اللي تعرفي اكتظاظ بشي نسهلوا حركة المرور من التنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي قمنا باقتراح مخطط مرور يتمثل في غرس بعض الإشارات المرور الأفقية والعمودية لمن شأنها باش تسهل أكثر حركة المرور مصالح البلدية أكدت على تسجيل مشروع طريق اجتنابي سيكون بمثابة حل للأزمة المرورية مشروع طريق اجتنابي في الجهة الجنوبية لمدينة اليشير يعني هناك مشروع على عاتق مشروع الهضار إنجاز مشروع الطريق الاجتنابي وغرس الإشارات المرورية هي حلول من شأنها التخفيف من الاختناق المروري بمدينة اليشير مستقبلا موسيقى